متابعي قناة انفوتيك فوريو السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معاكم مروة سليمان وفيديو جديد ان شاء الله يكون فيديو مفيد ونموذج جديد من نماذج الذكاء الاصطناعي التي تم الاعلان عنها من قبل معهد الين للذكاء الاصطناعي عبر موقعهم اي اي تو وهذا النموذج هو تولو ثري فور او فايف بي ربعمية وخمسة بليوم فرامترز نموذج لغوي متقدم جدا وحسب ما بيقول معهد ان هذا النموذج حيكون طفرة في عالم نماتيج الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر حيبنتيجه رائعة خصوصا في الجزء المتعلق بالبرمجة ورياضيات وايضا الاسئلة المعقدة ايه الهدف الرئيسي بقى من هذا الاصدار لان احنا لو رجعنا لموقع اي اي تو هنلاقي ان اصدر نموذجين بنفس الاسم تولو ثري ايت بي وسبنتي بي ايه الهدف هل مجرد ان هو متدرب على عدد اكبر من البرامترز واحنا اكيد عارفين ان كل ما كان نموذج الذكاء الاصطناعي متدرب على عدد اكتر من البرامترز وكل ما كان اداءه افضل خصوصا مع التسقات المعقدة ولكن هنا النهج الجديد اللي بتتبعوا الشركة وهو الرل في ار اللي نقدر نقول عليه هو اختصار ليه ريينفورسمنت لرنينج ويز باريابول ريوردز كلمت قبل كده على نهج التعلم المعزز اللي كتير جدا من الشركات دلوقتي بقت شغالة في تدريب النماذج الذكاء الاصطناعي على اساسه بيخليهم الى حد كبير يتبعوا نفس منهجية البشر في التفكير وشوفنا الكلام ده مع ديب سيك ار وان لكن احنا هنا بنتكلم عن ريينفورسمنت لرنينج ويز باريابول ريوردز او الرل في ار المختلف شوية عن النهج اللي بتتبعوا باقي النماذج من اللي بتستخدم التعلم المعزز هنا ده اسمه التعلم المعزز بالمكافئات الهدف منه انه هو بيدرب نموذج الذكاء الاصطناعي على تأدية مهام النتائج بتاعتها واضحة على عكس التعلم المعزز التقليدي اللي بيتم فيه التغذية اللي بيغذيها البشر او تقييمات ازتية هنا الار ال في ار او هذا النهج بيخلي نموذج الذكاء الاصطناعي يتحقق من صحة المخرجات وبالتالي بيكون مناسب اكتر في حل المسائل الرياضية في البرمجة في اتباع التعليمات بدقة ده بالنسبة ليه النموذج وللنموذج ده مختلف عن النموذج السابقة وهذا النموذج اللي اظهر زي ما قلت لكم تحسينات كبيرة وتفوق على دي بسي بي ثري او فيرجان تلاتة وكمان جي بي تي فور وعلى حسب الزي ما انتوا شايفين قدامكم كل البنش ماركس في الماث وفي الكودينج وايضا بشكل عام ان جنرال هتلاقي ان هو متفوق بشكل كبير هل ده فعلا حقيقي ولا لا ده اللي احنا نهارده ان شاء الله حنجرب ونختبره بتجربة عملية من خلال الانترفيس الخاص بالموقع اللي هو الشات انترفيس تبع موقع AI2 وححط لك الرابط في الوصفة اسفل الفيديو يلا بينا نشوف تطبيق العملي دي نموذج تولو ثري فور وفايف بليون ما ترحوش في اي حد حرجعلكم مرة تانية وارجعنا لكم مرة تانية علشان نجرب مع بعض تولو ثري والمدمج مع لاما داخل AI2 والنموذج اللي هنجربه هو النموذج الكبير فور وفايف بي دوسنا على دروب داون ليست حلقي في نمازج تانية باحجام اقل من تولو ثري هنا هنجرب النموذج الجديد والمتقدم حبتدي ان انا استخدم اول تطبيق معي النهاردة هو كريات وانبيج ويبسايت فور ان اونلاين ليرنينج بلاتفورم كولد انفو تكفر يو استخدمنا النموذج ده وجربناه قبل كده مع ديب سيك هجربه النهاردة ايضا مع النموذج الجديد من AI2 وحبتدي ادوس انتر بدأ يكتب الكود هجربه النموذج الجديد اخد كل دا كوفي كده هنا انا مش لقي الايكون بتاعت الكوفي من المفترض ان يظهر هنا في ايكون خاصة بي الكوفي مش موجودة لان انت لو خدت الكوفي من هنا هياخد كله حتى التكس الموجود تحت هنا المراتي هاخش على HTML Online Viewer علشان اجرب الكود وهنا اعطاني على الناحية التانية الصفحة الوان بيج ويبسايد فيها كل الحاجات اللي انا عايزاها تمام نفذ دي الكود نجرب تطبيق تاني هبتدي ادوس على نيو شات من هنا الانتروفيز بتاعه سهل وزي شات جي بي تي هنا هبتدي ادوس على نيو شات حين اني شات جديد وهنا الفريد هستري كل الهستري موجود هنا هنا هبتدي اجرب تطبيق اخر هنا هقول له create a playable piano keyboard using HTML and CSS هنا interactive piano keyboard لوحة مفاتيح البيانو هروح للHTML Online Viewer هحط الكود هيتنفذ على طول طبعا هو بيزك خالص يعني مش اي فكرة يعني هسأله السؤال الخاص بالشاب اللي عنده عشرين سنة المفروض ان هو ديلي كالسيوم انتيك جرعته بشكل يومي تكون 1000 ميلي جرام بياخد one cup of milk ويحتوي على 299 ميلي جرام من الكالسيوم وكاب of juice يحتوي على 271 ميلي جرام هنا في الاخر خالص هيطلب مني اي من المعادلات دي او التفضيلات الموجودة دي بتعبر عن الديلي كالسيوم انتيك المفروض ان هو ياخده المفروض الاجابة الصحيحة هي ايه او رقم واحد جدنا جربنا المثال ده من قبل تعالوا نشوف هيجاوب عليه ازاي هنا الاجابة الصحيحة هي رقم واحد تعالوا نشوف مثالتين هنا عايزة يكريات 3d white circle بتتحرك فيه الاسبيس بس الاجتيمال والسي اس اس والجابا سكريبت حب تدي اخد الكود طبعا لو يران الكود يعني تبقى حاجة فمنتل جميل الانلاين فيور عشان نجرب الكود بتاعنا هي وجهة سهلة جدا لتنفيذ الكود بدل ما نروح لفجول استوديو كود وزاي ما احنا شايفين dl3d موضل بتاعتنا هشيد بس هير دي حطلب منه هنا ان هو يكتب عن وعايزة الاسايمنت ده يكتبهولي بشكل معين عدد الكلمات قد ايه اللي يعرف الاي اي يديسكوس الايولوشن اوف اي اي ان ميديسن الثورة الخاصة بالذكاء الاصطناعي في الميديسن او في الطب وحاجات كتيرها تربعة منه هشوف حال حينفز دي اللي انا طلبته ولا لأ انا بس باخدع عليه شوية الصرعة بتاعته مش عالية قوي كل حاجة موجودة لها علاقة به على جتهب ولكن زي ما احنا شايفين ده يعني نموذك حجمه كبير جدا يعني صعب ان هو ينزل على الجهاز علشان كده من الافضل اللي انت تتجربه عبر الانترفيس يعني هنا التدهي الدهولي هنا الى حد كبير من خمسمية لستمية ممكن المين بادي انتروداكشن اي اسايمنت بعبر عن انتروداكشن وده المين بادي وطبعا انت مش لازم تكتب المين بادي يعني هو كتب لك عشان تبقى انت عارف وفيه في الاخر خالص الكونكلوجين هنا حسأله can you put the references حطيلي if references حيبتدي حطيلي references وكمان بالفرمات الاي بي اي ستايل زي ما احنا شايفين نموذج تقدر لك انت تستخدمه من خلال الواجهة او الخاص مواقع اي اي تو انا كمان مش مسجلة مش عاملة هبتدي اجرب بالعربي السؤال الشهير وهو انشاء موجة استصميم شامل لعلامة تجارية لأحزية رياضية بيدعم اللغة العربية زي ما احنا شايفين في الاجابة اجابة محددة منظمة لكن هل نقدر نقول انه هو افضل من deep seek version 3 ممكن يكون افضل ولكن بالنسبة طبعا لديب seek R1 استحالة هنا هو اعطوني التصميم الخاص به هوية علامة تجارية نرجع نشوف منطقي احمد ولد عنده ثلاث بنات اخوات كل بنت لها ولدين اخوات كما عدد الbrothers and sisters does احمد have شوف الاجابة هنا حيقول لي احمد has three sisters each of his sisters has two brothers and since احمد is a boy he is one of these brothers فهنا احمد حيقول له one brother and three sisters وهي دي الاجابة الصحيحة تمام نشوف حاجة تانية السؤال الخاص بي ايهما وزنه اكتر another bound of water two bound of brikes two bound of feathers or three bound of air هنا الاجابة الصحيحة تكون three bound of air وهي دي الاجابة الصحيحة وفسر لي ليه هذه هي الاجابة الصحيحة هنا حيقول له create a front end for a taking note app and i can add a colorful sticky note حقدر لانا احط colorful sticky note هيعمل لي اب سغير كده باخد فيه النوت هنا ابتدى يعمل انتهى من كتابة الكود هروح للhtml online viewer my sticky note هنا هقدر ان انا اختار color هنا ممكن اكتب النوت قراءة كتاب هكتب بالعربي الساعة السابعة مساء مثلا هقول له add note هنا اقول كورس تسويق الكتروني الساعة واقول له add note وممكن كمان اغير ال color هقول له الذهاب لممارسة الرياضة خمسة مساء ايه وانا اخترت اللون الاخضر واعمل add note بصراحة ممتاز العجيب دي جدا بتنفيزه لي الاوامر البرمجية انا شايف ان هو في تنفيز الاوامر البرمجية افضل من اي حاجة تانية الحاجة التانية برضو اللي ممكن اديها المركز التاني هو بيحل المسائل الرياضية سريعة وكل حاجة بس مش بيديني تفصيل حلها ليه ولكن هو مفروض ان هو مميز في complex prompts والاوامر المعقدة فانا شايف ان هو كويس ممكن يكون مع ال context بيديني ال references يعني ممكن هو مردي بالنسبة لي كنموذج مجاني بش محدودة بعدد معين زي ما احنا شايفين فانا شايف ان هو بداية كويسة جيدة هو اللازم نخلي يعنينا عنيه ويشوف الفترة الجاية ممكن نموذج زي دي يوصل ل ايه معهد الان ممكن لزكاة الاصطناعية ممكن يطور لنا ايه في المستقبل فاعتقد ان هو ممكن يطور نموذج اقوى او يحسن على هذا النموذج في الاجزاء الاخرى هنشوف مع بعض باذن الله الفترة القادمة زي ما اقولك في نهاية كل فيديو متنساش تعمل subscribe لقناة وتفعل الجرس عشان يوصل على كل جديد لو كنت فعلا بتستفيد من اللي احنا بنقدمه ولو كنت متبعيني اعزائي متنساش لايك وشير والكممنت دمتم فرعاية الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته